لليوم الرابع على التوالي تواصل الفنانة مونازاكي تصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وده بسبب مشهدها غير اللائق في فيلم أصحابه لأعز اللي أثار ضجة كبيرة خلال الأيام اللي فاتت بسبب ترويجه لإتباع قوملوت والخروج عن القيم المحافظة للعالم العربي مشهد الفنانة مونازاكي اللي ظهرت فيه وهي بتخلع ملابسها الداخلية بيعتبر واحد من أجرأ المشاهد للفنانة طوال مشوارها الفني ولكن اللي ناس كتير ما تعرفوش إن في عدد من النجوم تخلوا عن ملابسهم الداخلية خلال الأعمال الفنية لمزيد من التفاصيل تابعونا الفنانة هاني رمزي في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية تخلع عن ملابسه الداخلية بعد ما أكبره زملاء خلف على خلع الملابس الداخلية خلال مسابقة سباحة ومقدرش رمزي يكمل السباق أمام محمد ينيدي ووقف في المياه وتحجج بالشد العضلي تاني فنان تخلع عن ملابسه الداخلية خلال أعمال الفنية هي ملكة الترند الفنانة سمية الخشاب اللي عملت ده في فيلم حينما يصرى خلال أحد مشاهدها وحصل وقتها جادة كبير والناس وقتها قالت إزاي تعرض المشاهد دي على المجتمع المصري المتحفظ على أي أفكار أو مشاهد غير لائقة وبالمناسبة الفنانة سمية الخشاب دعمت الفنانة منذاكي في فيلم أصحابه لقعد وكتبت سمية الخشاب تغريدة من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر وقالت مدافع عن الفيلم الفن هو مراية المجتمع بيعكس المجتمع بكل عناصر وفئاته الفن بيسلط الضوء على القضايا الموجودة اللي احنا عاملين نفسنا مش شايفينها وبنتجها لها وكمان قالت موجة الهجوم والكراهية اللي شايفاها فكرتني بموجة الهجوم على حين ما يصرق والانتقادات اللاذعة وقتها بس المفروض مع الوقت يبقى فيه إدراك ووعي وتقبل للآخر أكتر والأحكام تقل بس اتضح إنه العكس كمان الفنان أحمد زاكي تخلى عن ملابسه الداخلية في فيلم معالي الوزير وده حصل لما فقد عنوى داخل أحد حمامات السباحة على يد فتيات الليل ووقتها مدير مكتبه وعطية كان جالس يشاهد اللي حصل وفقنة السعادة والفنانة مرفة أمين عملت زي ما عملوا الفنانين السابقين وخلعت ملابسها الداخلية مع رجدي أبازة في السبعينات في فيلم أعظم طفل في العالم وكمان معالي زايد خلعت ملابسها الداخلية في فيلم السادة الرجال وده حصل لما أكبرها الدكتور اللي حولها الذكر كان اسمها إبراهيم يوسري اللي خلع كل شيء قدام العلماء وفيلم أصحاب ولا أعز هو النسخة العربية من الفيلم إيطالي شهير اللي حقق رقم قياسي في عدد مرات النسخ اللي قدمت حول العالم بإجمالي 18 نسخة لتصبح النسخة دي رقم 19 وهو من بطولة مونة زاكي وإيد نصار وعادل كرم وندين لبكي وديموندي عبود وجورج خباز ومن أخراج وسام سميرة وأحداث الفيلم بالدور حول مجموعة من سبع أصدقاء بيجتمعوا على العشاء وبيكرروا إنهم يلعبوا لعبة وكل واحد منهم بيضع حاتفه على الطولة علشان تكون الرسائل أو المكالمات اللي بيستقبلوها على مرأة ومسمع من الجميع وسرعان ما تتحول اللعبة اللي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى كشف الكثير من الفضائح اللي ما كانش حد يعرفها بمن فيهم الأزواج وأقرب الأصدقاء شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا